محاضرة بطاعتنا النهاردة عن الاستوماكير قبل نمتد المحاضرة هل راجع كده عن الفائد indication for entrosis infusion طبعا هي بي military applications behavior indicators of pain اللي جابة d all of the above اللي عنده pain بيبقى irritable مش قدري ينام كويس بيجز على سنانه ووشه كده official grimacing all of the above opioids used for severe pain الالم الشديد في يونز هي الحاجات زي المخدرة تستخدم في الالم الشديد اوي ادى بقى المحاضرة بتاعتنا النهاردة المحاضرة عن الاستوما كير الاستوما دي يعني ايه يعني ايه كلمة استوما او يعني ايه استوما اللي بنستعملهم او ايه الاستومي اللي عندنا والي بنعمل لهم كير استوما ديك هي opening بتتعمل في الجسم عشان تطلع الاستول او اليورين برا الجسم طبيعي ان هو الاستول بيطلع من الانس واليورين بيطلع من اليوريثرا طيب لو في مشكلة عندنا في الحاجتين دول او في حاجة افلاهم او في حاجة منع ان هو الاستول او اليورين ياخد المصاري الطبيعي بتاعه هنعمل فتحة مش هيتاني العيان محبوس فيه الاستول او اليورين بتاعه وما يطلعش منه فبناعمل الفتحة فهي دي الاستومى يبقى استومى الاستومى لأستومى تقلع الاستول وبص اوت زابودي تتعمل طبعا في الاطفال وفي الكبار وكل فئة ليهم معينة عشان نعملها فيه طيب استومى ديك او الفتحة دي ممكن تبقى مستمرة معانا بيرميننت ممكن تبقى تبقى تمبراري تمبراري يعني مؤقتة نحنا احنا عاملينها عشان نحل مشكلة وبعد كده هنرجع نوصل تاني ويبقى طبيعي ان الاستول بيطلع من الانس وان اليورين بيطلع من الايه من اليوريثرا يبقى الاستوما دي ما بي تيمبروري مؤقتة او بيرميننت في الاطفال يعني ايه الاغراض اللي من اجلها هنعمل الاستومي ده في الاطفال اول حاجة امبيرفروت انس اللي هي الاطفال اللي ما عندهاش فتحة شرج اللي مولودة وما عندهاش فتحة شرج تحت اللي هو الجزء بتاع القولون اللي مسدود قريب من الجلد بتاع الفتحة الشرج اللي هو المفروض يكون فيه سعب بنعمل فتحة الشرج في عملية واحدة انما لو هو عالي او هو الجزء بتاع القولون متصل بالجزء بتاع المثانا واليوريثرا ده بنعمل كولوستومي بنعمل فتح نطلع منها البراز بحيث ان البراز ده ما يعديش على الوصلة اللي بين اليوريناري والديجيستف سيستم عشان ما يجيبش انفكشن في اليوريناري ترياكت بعد بنعمل الفتحة دي الطفل اللي بقى حلته كويسة كده نبتدي نعمل له بقى الايه نقفل الوصلة اللي بين اليوريناري والديجيستف سيستم وبعدك نعمل فتحة بتاعة البراز بعد ما نطلع نفتحة بتاعة البراز كويسة في مكانها كويس نبتدي نقفل الكولوستوم اللي عاملينه ده اللي هو بقى مؤقت ده مش دايم مؤقت ونوصل تاني الديجيستف سيستم ببعضه فيجيب العيان البراز من ايه من الانس هيرشس برانج ديزيز ده نوع من الامراض اللي بتيجي في الاسفال اللي بقى فات تخزية العصبية بتاع جزء من الامعاء الغليزة في الغالب مش كويس فبيحصل ايه ان الجزء اللي هو قبل الامعاء الدقيقة قبل الامعاء الغليزة اللي هو كويس فيه بتخزية العصبية ده تاني يزوق البراز يزوق يبتدي يتوسع لك الجزء التحنين ده يعديش البراز خالص فده ساعات ساعات بيتعمله كويسطومي مش دايمان برضه نفس القصة بيتعمل فتحة تحول مجل البراز بعد كده بتعمله عملية يتشال الجزء اللي مفوش تخزية عصبية ونوصل الجزء اللي فيه تخزية عصبية بفتحة الشرق ونرجع نفل الكلستومي تاني ماشي انفلمات ربعول ديزيز ده برضه ممكن نعملها فيها الكويسطومي واشيات ده هتشرح بعد كده يرفع الجزء بتاع الديجيستف سيستم الجي اي تي هنشرح فيه المبرفورتينيس في هيرشيز برانجيديزيز في النيونيس الاطفال اللي هي بتتولد قبل معادها اللي هي البريك تيرم بتبقى عرضة ان يجي فيها التهاب في الامعاء في الغالب اللي التهاب اللي في الامعاء ده بيعمل نكروزيس نكروزي يعني بجزء بيموت وجنجرين في جزء من الول بتاع الانتستين فهتبتدي الجزء بتاع الديجي اي تي كونتنت يطلع في البروتينيس عمفي عمله التهابات فالعيان ده بنفتح بطنه وننظفها كويس وبينشيل الجزء اللي هو فيه النكروزيس ده او الميت وبينوصل الفتحة بتاعته على الجلد لان حالة الطفل ما تسمحش ان احنا نعمل توصيل في ساعتها بياكل الاخيوط وياكل الانسجة ويرجع تاني يحصل ايه ثجب تاني في الامعاء فده بنعمله فتحة نحول بها لجي اي تي كونتنت او اللي ستول لغيق للجلد اللي سباينة بفده سباينة بفده ده ده مشكلة موجودة في العمود الفقري بتاع الطفل العصاب الاخيرة فيه مش ايه مفيهاش نمو كويس فتلاقي الفرتبرا نفسها او الفقرات من ورا مش مكتملة النمو والجزء بتاع الحبل الشوكي في الجزء ده معرض للجلد على طول ويبقاش نمو كويس فبالتالي الاعصاب اللي بتلاقيها بتغزي الجزء بتاع الحوض والرجل مش شغالة كويس فالطفل ده عنده حجم الاتنين يا ما بتحكمش خالص في البول والبراز يا اما بيتحكم زيادة عن اللزوم ما بيقدرش يفضي ففي الحالتين دي فيه مشكلة يعني واحد ما بتحكمش خالص او واحد ما بيش قادر يفضي فبنضطر نعمل له تحويل لمجرى البول والبراز عشان نحل المشكلة دي وفي الغالب دي بقى بتقابير من انت دي مش ايه مش تنبوري لان ما فيش حاجات تصلح الاعصاب اللي فيها مشكلة دي واحد بقى جاي في حادثة في اصابة واحد مضروب اه 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 اتخابط جاله مشكلة في القولون وبالذات القولون الهابط اللي هو الديسن دي كولن والسجمويد والريكتم دي لو فيهم اصابة ده لازم بتعمل كولوستومي لان خلاص هنا الستول بيقى ويل فورم دي ستول ماينفعشي اه لو عملت عليه انستوموزز في ساعتها او لحمت في ساعتها هياكل الغرز بتاعتك ممكن في الاسسن دنج كولن الوساعد والترانزفيرس المستعرض ده تعمل عملية وتوسرهم على طول انما في الديسن دنج من اول الديسن دنج والسجمويد والريكتم ده كله اللازم هنعمل فيه كولوستومي بعد هنعمل العملية ايه اللي بيحصل ان العيام بيعدي الليستول واليورين من الفتحة المعمولة سواء كان يوروتروتومي او كان كولوستومي او كان اليوستومي كل دول بيطلع منهم الايه الليستول او اليورين طيب هما يطلعه يطلعه في ايه مش هيسيبه كي يطلعه في الجلد ولا هو ماشي يدلدق فيه كده هو اللي بيحصل بيركب عليه باوتش عشان يبقى ايه يجمع فيه اليستول او اليورين شكل بقى الفتحة بتاعتنا يعني لما نعمل كولوستومي او اليوستومي اتطمن ازاي ان هو كويس اتطمن ازاي ان العدلات بتاعت البطن مش قفلة عليه وان هو ممكن تقفله وتعمله اسكيميا اتطمن ازاي ان انا اصلا لما طلعته تغذية الدم بتاعته اللي واصلة كويسة ما فهوش اسكيميا هذا المنظر بتاعنا 이 طفل في الغالب عنده انو، اي beforot aynas او wanatelyنس مشكلة في الجزء بتاع الكتاب و الانس الفتحة بتاعتهم مش مزبوطة فعملين له فتحتين، فتحة كويسطوميه يطلع منها الوراس دي اللي جاه من القولون الهبط اللي هو ماشي والفتحة التانية ديك هي لما احنا قصناها مفحدة قريبة واحدة بعيدة البيدة دي مكملة بقى لغاية تحت وقفة بقى ايه قبل الجزء بتاع الفتحة الشرق من تحت. طلعها هنا برضو ليه? هي بقى في الهاشة ليه? انا بقى في الهاشة هي عشان عاوزها التانية هنضيفة عاوز لو فيها. طبعا هي بتفرز اي حاجة من الجزء بتاع الجي اي تي ده بيعمل افرازات ميوكاسيكريشنز مخاط. فالافرازات اللي في انا عاوزها تطلع مش عاوزها تحبس جوه. واعاوز ان انا قبل ما اعمل الجراحة التانية بانضفها عشان ما احصلش انفكشن. فبس بها كده برضو عشان انا هنضف منها. واعمل منها اشاعة بعد كده بالسفغة بحيس اشوف فيه نهايتنا. واشوف ازا كان فيه وصلة فعلا بين الجزء بتاع الجي اي تي والجزء بتاع الهورولوجي. ماشي. الطبيعي بقى بتاع الاستومة. الشكل بتاع بتاع ان هي تبقى بنكشريد. حمرى وردي كده. ان كولر. ليه? عاملة زي شكل الفم من الداخل. الميكوزة بتاعته. هي دي الميكوزة بتاع جي ايتي كلها. ان هي بتبقى بنكشريد. بنكشريد دي معنى كده انه وصل لها تغذية. اه شريانية كويسة. الدم ووصل لها كويس. اه مفيش مش مزنوء عليها. مش اكسوجين ووصل لها كويس. مش مسودة. كل ده بيقول ان انا الدم بتاعها كويس. فهي شغالة كويس. في الاول او ما بتتعمل بتبقى ايه? ورمة شوية ورمة شوية نتيجة الاديمة. الكتر الحركة عليها والاستعمال والخيوط بيحصل فيها اديمة. الاديمة ديك بتقل بعد كده والحجم بتاعها بيقل مع الوقت. اما تيجي تنظفها الام بتقولك بتجيب بلد اه ما هي دي ميكوزة. ميكوز دا كنت لما تعملها بحاجة خشنة. فوتا خشنة ولا شاشة خشنة. هتلاقي بتجيب دم. فهو ده بتبريد يعني يعني كده ان هي كويسة. اهم حاجة ان الاستومة ديك هي ما بتوجعش. مفيش فيها قلم لان هي ما فيهاش نيرف اندنج. ماشي? مكان الاستومة بقى بيختلف حسب احنا عاملينها فين? عاملينها في السجمويد? عاملينها في ديكار. عاملينها في النيرف. عاملينها في الانبلايكاس واخدين اليوريتر ومطلعينه. اه كل هي اسمها استومي. واللي قبلها هو الجزء اللي معمول منه. كولستومي يعني امم الكولون. اليستومي يعني امم الايليم. ايروتروستومي معمول من اليوريتر. فهي بيختلف المكان. والتسمية بتدل على الجزء اللي معمول منه وطبعا الإفرازات بتاعتها بتختلف اللي طالع من الكولون ده في الغالب والسجمويت ده والفورمد ستول بيبقى يعني وطري لحد ما الإليام ده بنسميها حاجة اسمها بنسكس سكس ده مكونات الأمعاء بيبقى لسه إيه ستول بيبقى لسه الصوفت خالص طبعا الإستومة ده كلما الطفل يكبر هي بتكبر معاه زي ما الطبيعي إنه إحنا لما الواحد بيكبر بيبدأ تيدي الأمعاء بتاعته تزيد في الحجم هي برضو الإستومة ديك ما هي من الأمعاء ويتزيد معاه خلاص النتيجة سعاد بيقول لك لونها ممكن يتغير والطفل بيعيط أو بيحزق ليه لأنه لما بيعيط ويحزق عدلات البطن بتاعته بتنقابد فهي الإستومة دي طالعة وسط العدلات فلما تنقابد بتقفل عليها فبتقلل التغذية الشرينية بتاعتها البلاطسة بلاي بتاعها فممكن لونها يتغير شوية لكن لما الطفل يهدد لها اللون رجع تاني إنما اللي احنا منتكلم عليه ونخاف منه اللي هي لما الطفل في الهادي لونها متغير لونها مسود ده يبقى خلاص يفاس كيميا الدم بتاعها مش كويس أنواع بقى الإستومة اللي عندنا زي ما قلنا أول حاجة اللي هي الكولوستومي كولوستومي يعني معمول من الكولون كولون ده ممكن يكون رايت سايد كولون ليفت سايد كولون ترانزفيرسي كولون سيجمو كولون كل دي هنسمى كولوستومي ماشي هيتحدد مكانه أو نوعه بالشكل بتاعه يعني ده اللي احنا شايفينه هدوك هذه الإستومة هي معمولة فين في الدسسينديàn كولون هي اسمها الأول وكولوستومي ولكن في الدسسيندين كولون هتبقى فين في النحية ال ليفت من العيان الرقل زي ما قلينا أن شيجمو الجزء اللي بعد الديودرم على طول الجزء اللي قبل السيقم اسمه اليام. فهي اللي اسمهه يتكون من جيجنم و اليام. اليام ده اللي هو عملنا من اليستومي. ده اخر حاجة من ها معاق الدقيقة هي اللي طلعناها. بتبقى بتطلع حاجة في لوط خالص. اسبوت. فبيقول لك زي اليستومي يقول زي بالاسبوت يعني زي الصنبور. صنبور اللي هي اسبوت اللي احنا فيهت المية. بيطلع على طول مستمر. كوليستومي بتاع بالزاب بتاع الليفت ده. ده زي الفرمودستول بيطلع كل فترة اليستومي ده شغال على طول زي السحنفية وبيطلع فيلود زيها عشان كان اليستومي ده بيعمل مشكلة جامدة جدا لان هو مطلع فيها الانزيم زي بتاعتنا اللي هي بتهدم الاكل فبتاكل في الاسكن فبتلاقي فيه جامد جدا حوالي اليستومي. في اليستومي ده بحبش يستمر المدة طويلة لان هو بيأثر على العيان بيفكد مية وفلود وإلكترولايتس فعاوز تعويض معين تلاقي العيان بيخس مهما تأكل فيه وتلاقي المعادن بتاعته الالكترولايت مش مصبوطة وتلاقي التهبات جامدة في الجلد فانت عاوز تقفيله بسرعة عشان تخلص من كل المشاكل بتاعته لكن سعايب بنضطر ان احنا نعمله لو فيه اصابة على طول في الرايتسيجم بتاع ده باقي الرايت اسنج كولون ما يدمكش حال تعمل فيه فتحة غير قبل الاي الامعاء الغليزة اللي هي الامعاء الدقيقه هو الايليستومي ده شاكل زي ما احنا شايفين اليستومي قادي كل كولون سليم ماشي واحنا جاين في الامعاء الدقيقه في اخر جزء منها عاملين فيه الفتحة بتاعته يورستومي يعني ايه واخده اليورين من الايه من البلاثر خلاص يورين البلاثر فانسمها يورستومي دي برضو عاملة زي الحنفية بتطلع على طول يورين ماشي واليورين برضو فيه يوريا وكريات والحاجات دي برضو بتاكل في الاسكن حتى يعني 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 ترمفاش انزيمز لكن هي مضرة للجلد بدليل الاطفال اللي هم ما باسنا عندهم اللي بيلبسوا بهم برضو يسيبوه لما يتميلي قوي تلاقي الجلد بتاعهم والتهي من نتيجة للمواد اللي موجودة في اليورين ازاي بقى نختار الجزء اللي احنا هنحطه او الباوتش اللي هنحطه على الفتحة بتاعتنا فيه انواع كتيرة خالص فيه نوع بيتكون من حاجتين خلاص فيه نوع بيتكون من حاجة واحدة فيه نوع بيتفتح فيه نوع مقفول فيه انواع كتيرة زي ما احنا شايفين كده ده نوع اللي هو بتكون من كتعتين يبقى اه تو بيس يعني ده كتعتين وان بيس كتعة واحدة ده كلوز دي اند ده اه درينابول اه اه او بل اندت خلاص المفروض ان الباوتش دي يكتبق ايه؟ حاجة خفيفة عشان ما يحسش ان هو شعيل طول الكفاية بقى هي هتتميلي كمان ستول فما تبقاش مدايق الانسان اللي هو مركبها وهو ماشي بيتحرك لان هي ممكن توقع في الكبار مش لازم بس في البيبز يعني ممكن في الكبار ماشي بيبقى لها غطى خلاص اه المفروض ان هي فقى فلترز عشان الريحة خصوصا اللي بتطلع فيه اللي ستول ما ينفعش يبقى انت ماشي او بيتحرك او رايح المدرسة او رايح الشغل والناس اللي جنبها الشامة منه ريحة وحشة فهي بيبقى فيها فلترز كده عشان الريحة بتاعتها تبقى الى حد ما مش بينه ماشي اوه بتاعتنا open ended pouch ده الفتح من تحت مفتوح وبتقفل بكلاب بحيث انت تفتحه تفضي اللي فيه وتقفله تاني مش كل مرة ايه تغيره خلاص ده بنستعمله في ايه الحاجات اللي هي اللي بيطلع منها سائل زي الكولستومي في الأسنج والترنزفارسا كولون زي الاليوستومي اللي طالع منهم حاجة سائلة وطلعه مستمرة يعني على طول بيجيب مش مش فيجيب كل فترة تفضيه وهي تانيه فترة اليوم لا هيجيب على طول خصوصا الايه الايه اليوستومي فده بتفتحه تفضي لجواه وتقفله تاني close the end pouch ده مقفول دولك اللي هم عاملين بقى ايه close the end pouch ماشي ده بتشيل وتريمي ما بيتفضاش لجواه ولا مش طرح تفضيه هو بتشيل زي ما هو وتريمي وتركب واحد تاني خلاص وده لقيه لان مسلا اللي بيطلعه من الكولون دولك هو بيطلعه كل فترة كل مدة بيطلع جزء حبة مش على طول مستمر فانت هتصحى الصبح تلاقيه مليان تفضيه تحت واحد تاني وتنزل المدرسة او تروح الشغل وخلاص one piece هو one piece دوك اللي هو ممكن يبقى closed وممكن يبقى open ended اللي هو جاي قطع واحدة القطع اللي بتلزق والبوتش نفسهم مسكين في بعض فده بتركبه على الجسم مرة واحدة هتشيله بيتشال باللاتق بتاعه من عالجسم خلاص انما the two pieces the two pieces دوك عبارة برضو سواء كان open ended او closed end اللي هو جزء بيلزق على الجسم وجزء بيركب على الجزء اللي بيركب على الجسم اللي هو البوتش بيع بيركب على الجزء اللي بيركب على الجسم خلاص فالأدهيسي فلانش ديك اللي هي موجودة على الجسم بتلزق وبتنيعها في مكانها وبتركب عليها بقى البوتش خلاص البوتش داموك يكون مقفول يبقى كل مرة المقفول ده هتشيله هتركب واحد جديد ممكن يكون مفتوح لوقت ايه هتفضيه وخلاص بريكب على الجزء اللي هيلزق بقى الجزء اللي هيلزق نفسه ممكن يكون ليه مقاس جاي بيه خلاص او موجي بيجي هم كلهم تقريبا مقفولين فتحة صغيرة كده في النص وانت بتقصهم على قد فتحة الكولوسم اللي انت عاوزها زي ما قلنا فتحة الكولوسمي بتختلف من سن لسن وبتختلف اول ما بتعملها البعد ست التامن اسمي بيقل حجمها فانت مش كل واحدة هتجيبها هي اللي هتستعمل لا فيه نوع عاوز تزبطه انت هتجيبه ونزبط فيه نوع بيجيب المقاسات بتاعته ماشي في بقى حاجة اسمه استوما كفرز اند كابز اللي هو ممكن هيستعمل الاستوما دي غطيه بحاجة شكله حلو كده عشان لو تحرك نزل قاعد على البحر نزل بسين يبقى لها حاجة كويسة كابز ديك اللي هي بتسد بيها مكان الاستوما ممكن الناس بقى كبيرة او الاطفال الكبار اللي هو خلاص دي هتبقى مستمرة معاهم وهتوقت فترة طويلة فعشان ما يبقاش فيه مشاكل وهو برا بيعمل ايه بيعمل زي حقنا كده شراجية بس مش من الشراج من فتحة الاستوما يخسل الاستوما الصبح كويس فيفضل لجواها فيضمن ان مفيش حاجات يجيبقى اليوم ويقوم ساديدها ونازل الشغل طبعا دول في الناس اللي هم عندهم دي السيندج وسجومت كولوستومي اللي هي بتجيب مرة واحدة في اليوم انها بتاعة الاستوما ديك اللي مستمر على طول ما تدرسش تعمل فيه مكلام ده دي صور شايفين اشكال يعني حلوة كده للاطفال ادي اللازق اللي بتلازق المفروض ماشي واعمل لك عليها هوك المعص ديك بقى اللي هي مقاسات انت اللي هتعملها قط وفت هي مش جاية بري قط دي قط وفت انت هتقص المعاز ده ولا المعاز ده حسب فتحة اللي عندك وبتنشير البتاع ده وتلزقها اشكال كتيرة منها ده الباجلس كولوستومي او اللي هي الكابس اللي هي اللي بيقفل بقى يوم مركبها ومنظف وقافل عاوز بقى يفضيها يوم مركب لها كيسة هوك عليها ويفتح الكابس اللي هو حطتها تفضي ويقفل تاني وخلاص ويمشي بعيد هاي دي برضو بلاج يقفل بيها كل دي انواع زي ما قولنا الحاجات ديك اللي هي بتيجى على الجلد سواء كان الساكس سواء كان اليورين مش طبيعي ان هي تبقى موجودة على الجلد خلاص فاللي بيحصل ايه ان هو الجلد بيحصل في التهابات الاتهابات ديك بيأكل في الاسكاني بيعمل قلم شديد جدا وحمرار حتى احنا بنيجي نعمل عملية عشان نقفل بقى الكورستومي ده لو لقينا ايه ان في الاتهاب الجامد مبنعملش عملية لان هو الاتهاب الجامد ده يخلي الجرح بتاعنا يتفتح والاتهاب ده هيكل الغرص بتاعتنا فاحنا لازم نعارج الكلام ده من الاول فالاول وقواية اه نعمله وبعد كده نستمر علي عمل ايه بنحط فيلم كده من سيلفر نيتريت او اي حاجة من بتاعت الحروق ديك المراهم بتاعت الحروق او حاجة من بتاعت الجلد او فيلم كده تحط عليها بحيث ان هو ايه يمنع الحاجات اللي هي فيها بقى الايه الايه الاليوستوم ديك عاوز حاجة اسمها بكتين بيست بيست مراهم فيها بكتين عشان تحول دون ال ديجيستف انزيمز ان نهية ايه تدامج لسكن او ريتيت لسكن ماشي ايه ازاي بقى نغير البوتش اللي موجود ده مفروض كل الكلام ده بقى يعني ده المفروض فيه استومك هير تيم يبقى تيم من النيرسس هم اللي مسؤولين عن الكلام ده هم مسؤولين عن التغيير وانه هم يعلموا الام او الطفل ازاي هيغير في البيت وازاي هيستعملوا والانواع ويعرفوا الانواع المتاحة وينظموا له كل فترة ييجي يبصوا على السكن بتاعه ويشوفوا فيه حاجة فيه مشكلة ولا لا فكل ده استومكير تيم ده موجود برا في كل المستشفيات خصوان بتاعت البيدياتريك والكلام ده موجود في استومكير تيم انه بيعمل زيارات في البيت يتطمن على الاطفال انه هو بيتغير لهم كويس وان الدنيا ماشي كويس هنغير بقى زي الباوتش كل باوتش وليه طريقة ماشي اللي هو ال open ended باوتش ده مش هيتغير كل فين وبين على ما تبتيت تغيره لا يحصل اي ان انت بتفتح الكليب خلاص وات ايه وتفضيه ماشي عاوز بقى تغير الباوتش بقى نفسه هتفصل الباوتش من الايه الجزء اللي لازع على الجسم او اذا كان هو اللازع على الجسم هتشيله هو كله وهتركب واحد تاني خلاص بيتتكى على الجلد كده وتشيل من عليه الايه الى adhesive skin barrier ماشي تنظف الجلد كويس بقى سيبقى فيه طبعا اكيد اكيد مفيش الفتحة توقاش مزبوطة بالملية يعني على الكروستوم يبقى حواليها كده فتنظف الجلد اللي حواليها كده هتنظفه بمية سخنة هتنظفه بصابون هتنظفه بمحلول ملح هتنظفه كويس بحيس الجلد يبقى ايه نظيف وتنشف مكانه كويس وبعدين تحط المرهم اللي انت هتستعمله وتقوم حط التاني اللي ايه الفرنش عليه اللي هي الجزء اللي هيلزق عليه ماشي وتركب عليه الباوتش اللي طلع ده هتحطه في كيس بلاستيك وتقفل الكيس كويس وترميه في الايه؟ في الزبالة في الكواسة الشريحة بتاعته المفروض بقى افضي الباوتش ده ازاي؟ يعني استنى لما يتميلي خالص ولا حب صغيرين فيه؟ لا المفروض ان الباوتش ده ما يوصل من تلته لنصه وكده ابتدى اغيره لان هو لو تقل عن كده هياخد اللازق اللي حطه ده وده يقع كله من على الجسم اللازق ده مش حاجة جمدة يعني قوية مسكة في الجلد ده حاجة مثبتة كده ولها كدرة استحمال اكتر لو زاد عن نص هتلاقيه يشد وقع على الارض او وقع في الهدوم بقى وبهد للدنيا خلاص وهتروح تعمل ايهات فضيه في التواليت لو هو متاح التواليت مفيش زي ما قولنا تعمله في ايه؟ في باوتش كويسة وهترميه اترميه حاجة ايه لان ايه دي ما قولنا ان في ناس بدلا ما يتعملين يمركب الباج ديك او انه هو كل شوية يخش على الحمالة عشان يفضي الباج يفضي باج بتاعتي الامعاء الصبح قبل ما ينزل يروح المدرسة او يروح الشغل يفضيها بحيث ان هو يقعد من 12 الى 24 ساعة ما عندهش مشكلة في موضوع الحمام ده اللي هو الفترة اللي عاية فيها برا البيت ويقوم قافل بكاب او حاطب بردو باك بس مش مش هحتاج ان هو يغيرها فده بتعمل ازاي مفروض بقى ان انت هتزبط معد كل يوم مثلا بتعمل فيه الموضوع ده ماشي ان الكولوستر يبقاش فيها مشكلة مشاكل الكولوستر زي ما نعرف بعد كده او البرولابس طلع برا او ريتراكتد كل الكلام ده لو انت بتعمل مع اليرجيشن هيزيد وعايزود المشاكل اكتر خلاص اهو بقول لك بلاستيك ايرجيشن كونتيرر ومعا ايه 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 خرطوم اللي هو هنوصله بالايه بالجزء بتاع الكون اللي هندخله في الكولوستر وهيبقى في السيم تايم اتش داي اللي الجيشن هنعمل ايه هنملامل خمسمية لالف وخمسمية مية زي ما حجم الطفل او اللي هو يستوعبه ماشي يبقى فاتر باحد درجة حرارة الجسم هنا هوك ادي الكونتينر بتاعنا وادي التيوب وادي الكون اللي بيدخله في الكولوستر هيحصل ايه هنفتح يقوم المية دي داخله كلها جهه القولوم غاسله القولوم ماشي اليرجيشن دا لي باج معا وما يقع مش هينزل على جسمه الباج ديه نازل هيك في التواليت بيفضي بعد كده بيادر يشير الكون ديه كيفضل مية كلها جواه بيشير الكون بيقوم المية طالع بقى في الكونتينر دي نازل للتواليت غاسله كل الايه الامعاء اللي جواه ومطلع على البراز اللي موجود وكل الكونتينت بحيس ان العيان يبقى الامعاء بتاعته فاضيه تستحمل معا 12 ل 24 ساعة مش محتاج بعد كده ان هو يحط كولوستر ويعمل حاجه فيه بتاعتك اللي ستهم بقى ايه مشكلتنا ريتراكشن ريتراكشن يعني يرجع خلاص الاستومة بتاعتنا مفروض ان هي بتبقى طالع فوق الجلد ونعمل لها حاجه اسمها ريفاشونينج تبقى عاملة زي الوردة كده مقلوبة لبرع الجلد ممكن يحصل ريتراكشن بايه ان هي تدخل بقى جوه الجلد ماشي تبقى تحت ده يحصل ايه مطلعتش مساحة كويسة من الاستومة او ان في حاجه بتشد عليها انت مسل اكتهاشي او ان الاعرامة مشتغلتش كويس بعد الاستومة هكي احصل ريتراكشن ريتراكشن ده ممكن يحصل كبير لو العيان زاد في الوزن زاد في الوزن انت بطلع جزء اد كده اتنين سنتي مسلا على اد جدار البطن هو زاد في الوزن البطن وصلت لتربعة سنتي فبقى ده مش كافي في حصل لها ريتراكشن فالريتراكشن ده مشكلة طويلة ان انا محتاج ان انا ازبط عليه مقاس الفتحة اللي انا افتحها بتاعت الباوتش ايه الحاجة التانية لو ريتراكشن ده جامد بقى جوه وهيقفل خلاص الاستومة محتاجة اعمل اعمل ايه تانية عشان ازبطها ماشي بريستومة الهرنية بريستومة الهرنية يعني جنب الفتحة يطلع فتح هرنية ده ليه ما فيه مشاكل بتحصل ان يحصل دفكت في الجزء بتاع العضلات اللي حوالين الاستومة نفسها يطلع في الامعاء فده فتح ماشي ايه مشكلته ايه ان هو ممكن احتاجين احنا نعمل عملية تانية عشان نزبط مكان الفتحة ده اللي جنب الاستومة برولابس برولابس يعني الامعاء اللي انا اطلعها بيطلع برا الاستومة تلاقي كده جزء من العاق بتاع نص متر طالع منه ومع الحزق بيزيد ماشي ايه ده بيكون يعمل مشاكل ويعمل انسداد ويعمل تهبات في الامعاء نفسها في الجهاز اللي هو الميكوزة بتاع الامعاء ما يحتاج ان يحتاج عملية لهو حاجة بسيطة ممكن تستحمل اللي احنا هنقفل على طول انما لو حاجة كبيرة محتاج ان هو تعمله عملية تانية استينوزيس يعني ان هي داقت خلاص الاستومة داقت نتيجة الجلد اللي حواليها فده ممكن برضه لو هو هنقفل على طول ندخل فيه انبوبة كده توسعه ماشي انما لو ما احنا نقفل على طول او ان دي حاجة دايما ممكن يحتاج بعد كده ان هو يعمل ايه جراحة نريد صحولها وكدهjours كده هالمقفل غير𝘨 سنكمل المحاضرة شكرا للمشاهدة